اشتركوا في القناة دي تفاصيل تقلق لكنها مش ظواهر يعني حمار تلع في مطار يعني حاجة غريبة هاي حاجة الدحك يعني الحمار اخترق عمل اختراق امني حسب المعلومات اللي جاية عندنا في الاخبار وانتوا تابعين كلكم قصة الحمار المنطلق ده فا يعني لانه هو مش خايف يومه مالوش دعوه بالقوانين هو ايه كان حر تحرر من اللجام والحاجات ده فاتمشت فاسح عملناها بقى حكاية وكصة معلش الناس تتسلم مش مشكلة بس دي ما حاجة يعني بنسميها في الحاجات يعني كان جلال علامة الله يمسيب الخير بيعمل حاجة اسمها ترائف غرائب وترائف حاجة زي كده وكان برنامج لطيف جده فكان ياخد الحاجات دي يعملها مواقف وترائف بنمسي عليه الأستاذ جلال علامة فانا معا يعني معرفش ايه أخباره بس يعني يا ربنا يدي له الصحة ويعود مرة أخرى للتلفزيون لأنكم بقدم حاجة لطيفة جدا بتمتعنا كلنا دي تفاصيل يعني نتسلم بيها ما فيش مانا بس ليه حاجة مهمة في الحياة لأن إذا كنت مش قادر تفطفط لأن انت عندك هم وده عنده هم وده عنده هم ما حدش قادر يسمع حد فنتسلم شوية ما كدهش حاجة بس فيه قضايا أساسية الدولة بتشتغل كويس وبنسجلها كل الإعجاب والإحترام والموقف اللي عامل رئيس الوزر النهاردة أنه راح صور عند المتحف الكبير وهل أنا بتصور في عملية عملية تنمية واستثمار عظيمة جدا المتحف المصر الكبير اللي هو بيدني في الهرم موقف كويس جدا وكان كلامه مهم جدا عن المستقبل بيتكلم عن المصانع اللي وقفة نشغلها ده شيء مهم جدا بعدين ألتقيت قريبا بالسيد الوزير عادل لبيب وقال إنهم بيعملوا مشروع عظيم وهو هيكون معنا إن شاء الله الإسبوع الجاي يشرح هذا المشروع هو بقى ده النقطة إيه النقطة؟ المشروعات الصغيرة يعني إيه المشروعات الصغيرة يعني زي ما قلتلكم قبل كده مئة مرة في تحت الربع في القاهرة ملوك الفوانيس نجيب لهم الخماتة بتاقوا ونشتروا ونصدروا ونبيع من تحت الربع يعني بقى اللي في أفريقيا يعارف مكتوب مصر تحت الربع الفانوسة وهكذا القفص الفخار العسل السود الجبنة البسترمة كل الحاجات فيه أماكنها اللي بيعملوا الإعقاد والإشربات والحاجات فيه أماكنها محدش يجي القاهرة مش عايزينهم ييجوا بلدهم يتصرفوا فيها زي ما عايزين لكن ستة كبيرة أحد زي ما كنا قدمنا ستة حفيزة أو ستة تانية كانت ستة جميلة أوي مش متذكر اسمها مش عظيمة لأ يمكن عظيمة يعني بتصنع الجبنة واللبن والدخ وبتعمل شغل كويس جدا كانت في المين يعني حاجة حلوة جدا هي مكانها وولدها معايز عدوها وحاجات زي كده المشروعات الصغيرة دي مربط الفرس هي تحللك البطالة ويتحسن أحوال القرية وتعمل لك إنتاج ممكن تصدر منه لأن إحنا عندنا حاجات متميزة عندنا حاجات كتير جدا متميزة يعني ما أعتقدش إنك إنت رغم إنه هولندا على ما أعتقد بتعمل عندها سبقمية نوع جبنة إنما الجبنة بتاعتنا ليها طعم تاني خالص ما تلاقيوش في أي جبنة بتاعت برا مش معنى كنا إن جبنتهم وحش لها جبنتهم جميلة جد لكن إحنا عندنا طعم خاص ممكن يستطعموا الناس في سويسرا في ألمانيا في إنجلترا في أسيوبيا في نيجيريا يعني عندنا حاجات مشروعات صغيرة دي فكرة كويسة بنحيي وزير التنمية عليها وربنا يعني يساعده في إنه يستمر في هذا ويعمل حاجة كويسة جدا تفاصيل بالكامل إحنا خدها منه لما نشوفه إن شاء الله